حراك سياسي متسارع ولا نتائج تذكر على أرض الواقع تتواصل اللقاءات لحسب ملف تشكيل الحكومة التي طال انتظارها واسطى تضارب في المعلومات المسربة من الكواليس بشأن الخيارات الأرجح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي واصل حراكه الرامي إلى تفتيت المعسكر الرافض لتكليفه من خلال تقديم تطمينات ونفي اتهامات يواجهها فيما يتعلق بملف الميليشيات المسلحة وكونه مدعوما من الولايات المتحدة فيما تتسرب أنباء عن اتجاهين متعرضين داخل الفضاء السياسي الشيعي المقرب من إيران أحدهما قبول الأمر الواقع والثاني هو ضرورة اقتراح أسماء جديدة لرئاسة الحكومة ويقول الفريق المقرب من الزرفي أن الأخير ينضي لتحقيق تقدم في مفاوضات تشكيل حكومته بعد أن عقد جلسة مفاوضات ناجحة مع موثلين عن اتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي ما يعني أنه حقق اختراقا كبيرا في الجدار الشيعي المعارض له لكن الاتجاه الثاني داخل تحرف الفتح يدفع نحو تجاوز لحظة الزرفي والمضي نحو مكلف جديد وتقول مصادر متابعة لهذا الاتجاه أن زعيم ميليشيا بدرهاد العامري عقد اجتماعا مع ممثلين عن مقتدى الصدر انتهى إلى التوافق على عرض مرشحين آخرين وفي حال تأكدت اتفاقاته من هذا الاتجاه فإن الزرفي قد يكون مضطر للانسحاب نظرا للحجم البرلماني الذي يملكه توافق الصدر والعامري يجري ذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها عدد من جنرالات الحرس الثوري الإيراني إلى العراق هي الأولى منذ مقتل قاسم سليماني مطلع العام الجاري الوحد الذي يضم عددا من قيادات فيلق القدس سبق أن شهد بعضه مع سليماني في زيارة سابقة للعراق أجرى لقاءات مع قيادات سياسية وأخرى ضمن ميليشيات الحجد وذلك ضمن مساعي طهران لمنع تكليف الزرفي وبينما لم يتبقى من المهلة الدستورية للزرفي إلا نصفها يوحي مشهد المفاوضات بصعوبة التوصل إلى توافق قريب في ظل إصرار أطراف العملية السياسية على البواقف المأزومة والمرتهنة إلى الخارج